أيام رمضان الحلوة الجميلة أنا من الناس اللي بحب قوي استقبال الشهر وبحب قوي الأغاني وعبد المطلب ورمضان جانا وكده البهجة وبزعل قوي أول مكان ويبدأوا يزيعوا أغاني يعني لا والله والله بدري يا شهر السيام حس كده إنك لأ قلبك بيتواجه أنا ورنية دي بتحسسني إنه وكأن الشهر خلاص يعني أتلحقه كده تستمتعوا بالعبادة والصوم والأجواء وإلا أنا ماشي فلا إن شاء الله نكمل على خير بإذن الله خليني أبدأ معاكم سريعا عايزة أروح وأقول إنه لو أنا المزيعة بتاعة من عشر سنين بقدم نفس الكلام حيبقى مختلف أنا أسعد لي لأنه دلوقتي بنلجأ للتكنولوجيا عشان نعرف كمان حضراتكم بتتبعوا إيه وده شيء من بجد فيه تطور رائع وجميل يعني أحيانا كان يبقى تسمع من الناس تعرف من الشرائي الشارع الناس تعلق ناقد يطلع يديك كده أراء فتفهم إيه الموضوع لكن دلوقتي أنت تقدر تعرف انطباع الناس عامل إزاي من خلال التكنولوجيا المؤشر بتاع عشرين أربعة وعشرين اللي بيقدم تحليلات وأرقام بعيدة عن الأهواء أو أنت بتحب إيه ما بتحبش إيه اللي تعودت تشوف وإحنا تعودنا في التاسعة مع بداية شهر رمضان إن إحنا نعمل لحضراتكم تحليل للمحافظات الأعلى مشاهدة وبحث يعني معنى إيه إن إحنا بنشوف كده من خلال جوجل الناس بتشوف إيه طب بتبحث عن إيه طب إيه الكلمة الأكتر بحث فمثلا بحثنا نحاول نروح لمسلسلات بعينها عارفين إن فيها طاقة إنتاجية كبيرة وإن الناس هتبقى حريصة عليها زي مسلسل جودر مثلا فخلينا نشوف المحافظات الأعلى بحث عن المسلسل وفقا لجوجل فحنلاقي مثلا الأعلى بحث المينيا يعني فاكرين مبارح كنا بنتكلم على مليحة كان يعني أسوان دلوقتي جودر المينيا المينيا وسهاج فإذن السعيد محافظات السعيد الأكثر بحثا منها على مسلسل جودر تليها الإسكندرية والجيزة ثم الدقاهلية تنوع رائع تنوع يخلي كل صناعة دراما كده يبقى عندهم يعني عندهم إحساس حلوة أنه أنا بعمل الدراما وبعدين المشاهد أيا كان موقعه فين موجود في المينيا موجود في سهاج موجود في الودي الجديد في مؤشرات شفناها على مسلسلات بعينها في الودي الجديد موجود مثلا في مطروح زي ما شفنا مبارح مليحة موجود في أسوان التنوع ده حلو شمال وجنوب شرق وغرب لأن هي دي مصر هي دي مصر مواطر المصري على فكرة لا يختلف زي ما أنتوا شايفين دي مشاهد من جودر جودة إنتاج وأشياء جميلة كمان إحنا بحثنا وشفنا إيه طب يا ترى إيه هي كلمات محرك البحث يعني الناس بتدور على إيه فلقينا أبرز الكلمات الخاصة للبحث كانت ياسر جلال الناس بتدور مسلسل ياسر جلال فين طب بيعمل إيه وبعدين بتدور ما هو مسلسل جودر إيه حكاية جودر لأن جودر هي حكاية من حكاية ألف ليلة طيب الحلقة الكام فالناس دورت على رقم الحلقة طب الناس دورت على إيه كمان دورت على موعد مسلسل جودر فكل ده مؤشرات البحث اللي موجودة على جوجل بتبين قد إيه الناس كانت بتبحث وبتدور وبتشوف طبعا زي ما أنتم عاشفين إحنا حطين على الشاشة زي ما حضرتكم شايفين الأعلى مشاهدة طبقا لمؤشر البحث زي ما قلنا مينيا وسهاج والأسكندرية الجيزة والدأهلية يعني شوفوا التنوع حلو إزاي تنوع رائع بصراحة تنوع جميل وأنا بحب التكنولوجيا لأنها بتاخدنا لأشياء كتيرة نقدر نبحث فيها طول الوقت ونستمتع بيها جودر الحقيقة مبهر أنا شخصيا انبهرت جدا لأنه كمان التناول بتاعه فيه شكل جديد ما هي حكايات ألف ليلى وليلى يعني موجودة أولا في الكتب وموجودة كمان على الشاشة المصرية من سنين طويلة وتعاملت بكل الأشكال وتعاملت بأفكار كتير وتعاملت بأبطال كتير فطبيعي لما أنت ترجع تعمل أيضا يعني تاني تعود للخيال لازم كمان تستخدم كل التقنيات والتكنولوجيا العصر اللي أنت بقيت عايش فيها وده اللي حاصل فعلا في جودر حالة من الإبداع من أول التتر ما يبدأ لحد تفاصيل كتيرة ترجمة نانسي قنقر